وفاة نجل الفنان حازم إهاب بعد خضوع العملية في القلب أعلن الفنان الشاب حازم إهاب وفاة مولود يونس بعد ساعات من خضوع العملية الجراحية وكتب حازم إهاب عبر حسابه بموقع الانستجرام إن لله وإن إليه رجعون يونس ابني في زمة الله نشر الفنان حازم إهاب تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يكشف فيه عن إجراء ابنه الرديع عملية جديدة في القلب وقال حازم إهاب يونس دخل عملية تانية النهاردة بالليل أرجوكم الدعاء إنه يقوم منها على خير ويرجع لنا بالسلامة وتلقى حازم إهاب عديد من التعليقات التي تدعو لابنه بالشفاء العاجل حيث علق الفنان هشام ماجد قائلا ربنا يحفظه ويقومه بالسلامة كما علق المخرج هاني خليفة على تعليق حازم إهاب قائلا ربنا يشفيه ويعفيه ويحفظه إن شاء الله يقوم بالسلامة ورباب ناجي إحدى أعضاء فرقة أيامنا الحلوة علاقت ربنا يقومه بالسلامة ويتمنكم عليه يا رب وكان إهاب قد أعلن إن جاب زوجته من نداغر مولودهما الأول الذي أطلق عليه اسم يونس وذلك يوم 18 فبراير لكن فرحته لم تكتمل وكشف حازم عن الحالة الصحية لنجله في منشور له على موقع فيسبوك قائلا الحمد لله ربنا رزقنا بيونس حازم إهاب يوم 18 اتنين سنة 2022 يونس تولد بعيب خلقي في القلب وعمل عملية في قلبه وهو عمره ساعات وأضاف أيضا حازم إهاب هو حليل في الرعية المركزة والله أعلم هيقدر يخرج إمتى أرجوكم ادعو ليونس ربنا يشفيه ورجع لنا بالسلامة ومتأسف جدا لأي شخص ما قدرتش هرد على مكالماته أو رسائله ترجمة نانسي قنقر